كابتن بلال زي ما قالوا كابتن أنه هو درس ولكن هي خسارة ولكن خسارة غير مستحقة ولكن خسارة في الآخر نختارنا المباراة طبعا يعني أنت خسرت أن أنت عندك المباراة التي ملعبك لازم تكسبها بأي شكل من الأشكال نحن كده هنقول أن النتيجة بتاعت الهيل نتيجة جيدة برا ملعبك نتيجة التعادل أنك تاخد نقطة برا ملعبك عندك المريخ المباراتين هيبوا هنا في القاهرة فإنت بالنسبة لك كأنك بتلعب على ملعبك يعني عندك المفترض أن فيه ست نقاط لسه على ملعبك تانين هتلعب الهلال تاني على ملعبك فيه عندك تسع نقاط تانين عندك مباراة للصقر من سنداونز هناك على ملعبه عادي جدا في كرة القدم أنك تخسر ما فيش مشكلة يعني يعني كرة القدم مكسب خسار ولكن يعني لازم نبقى إحنا فاهمين إحنا ليه خسرنا النهاردة بزرر وهل ممكن كنا ممكن نكسب ولا لأ هل في مشاكل فنية عندنا هل في مشاكل بدنية موجودة عند اللعيبة هل في طريقة اللعب المفترض تتغير في بعض الأقوات أمام بعض الفرق هل الاستمرارية أثناء الجيم إحنا كنا بنتكلم قبل الماتش أن نبتديها بتلاتة أربعة ثلاثة ممكن تتغير في وقت ملعبات الأربعة ثلاثة أثنين واحد ممكن تتغير أربعة ثلاثة ثلاثة ممكن تغير أربعة أربعة ثلاثة يعني في نقاط كتير النهاردة الحقيقة بغض النظر عن التوفيق وعدمه لأن احنا تكلمنا في بداية الماتش قول مش عايزين فترة من الفترات نسيب الاستحواز لفرقة صندوق فرقة كويسة تمام وصل الجول أكتر من مرة كممكن نسجلوا هدف تاني وتالت غير الأهداف واحنا كممكن نسجل تلات أهداف محققين النهاردة على الجول احنا سيئين جدا للغاية على الجول سيئين جدا وفي سوء تقفيل مستر مسماني في التغيير يعني انت برضو لازم تتكلم بشكل عام مستر مسماني النهاردة التغييرات ما كانتش على مستوى الماتش النهاردة كان مفترض النهاردة شريف زي ما تكلمنا قبل ما بين الشوطين شريف من بدل ينزل طبعا يا كابتن لازم انا انا انت كابت النهاردة انت النهاردة بتلعب القوة الضربة بتاعتك من على أطراف الملعب شريف احنا اتفقنا كلنا لا مش بتاعته خلاص يبينزل رأس حربة بيعرف يعمل الحتة دي ده وضع طبيعي يعني انا طبيعي جدا يبعندي رأس حربة بتحرك في التمنتاشر رأس حربة بلعب النهو كويس رأس حربة بشارك بشكل كويس تمام تغيير حسام حسن تغييره متأخرة شوية متأخرة شوية ده من وجهة نظر الشخصية تمام برسي تاو كان لازم ينزل من البداية على حساب واحد من نص ملعب التلاتة اللي في نص ملعب والسلية وحمدي وحمدي فاتحك كان ممكن تاقد واحد من التلاتة دول ويلعب برسي تاو وينزل حسن ويبتدي يبقى ليك شكل في الناحية الهجومية يبتدي يبقى ليك يبقى عندك كسافة هجومية احنا النهاردة الفرص اللي ضعت بتاعت مينة كابتن الخطر عبدالقادر محمد مجدي افشا محمد مجدي افشا وحمدي فاتحي تمام برسي تاو ده الاخر كورة الفرص الحقيقية اللي تسجل يعني ما فهمش فرصة للرأس حربا ما فهمش فرصة للرأس حربا تمام بس تاو مش هيقدر يديك الكرات العرضية بدماغه مش هتقدر تشتغل كده احنا خلاص بعد ما الاهل يتسجل فيه هدف احنا منتظرين واحد بعرف لعب دماغه لان انت خلاص هتضطر انك تلعب كرات طويلة كرات عالية كرات عرضية فاحنا ما عندكش وحيد الخات كل ده حمدي فاتحي تمام فانت بدلت الفرود بتاعك بالعيب زي حمدي فاتحي الكرة الخطر اللي تلعبت او الكورتين اللي كان ممكن يكون فيهم شغل حمدي فاتحي الشوت الاول والشوت التاني بدماغه وبعد كده ياسر ابراهيم في واحدة ليسر ابراهيم الشوت التاني يعني اللي حطاها جنب العرضة لازم يبقى فيه من تارجت بيعرف يلعب في التمنتاشر بص يا كابتن بلال معنا الصورة ديت احنا علقنا عليها وانت كان لديك تعليق عليها كمان الكورة ديت كانت هدف وحارس المرمى تلع فيها ومسك الكورة من برد 18 فالديها حاجة و70 اه من برد 18 ديت حن نعيش مع كابتن ناصر بس ديت السحاق كرت احمر يعني دي كان ممكن تؤثر على نتيجة المباراة لو حصل التارد كان ممكن مش كان ممكن يعني بنسبة كبيرة كان ممكن تؤثر على نتيجة المباراة او على السر المباراة طبعا القرار الانزار او التارد طبعا يحكم فيه كابتن ناصر لكن دي من برد 18 مزموح ده اكيد لكن فيه كابتن خلينا كنمك على كرة افشل لقبليه الجول فاضي سوق استغلال الفرص الجول فاضي الماتشات الكبيرة مش هيجيلك فرص كتير ومش هتجيلك فرص سهلة التعامل مع الفرص تحت الضغط هو ده هو ده هو ده الاهم بالنسبة لك وانا النهاردة لما لعب ماتش سهد احط كرة فرصة جيلي التانية التالت احط واحدة منهم جول لأ الماتشات الكبيرة المهمة اللي بتبين شخصيتك لأ لما كن مضغوط لازم يسجل لأ وانا عايزوا لك حاجة من النهاردة قطيحت لنا فرص كتير برس تاو فرصة بينطق مجدي افشا الجول فاضي تمام حمدي فاتح معزول يعني حمدي فاتح خلاص هو حط الكرة ويعني باد لك يعني الجول يعني طلحها بشكل بشكل جيد لكن دول فرصتين من المفترض ان يكون الفرصتين حقيين عبدالقادر فرصة برضو كمان محققة طبعا يحط يعني يعني لازم تستغل الفرص لما بتلاقي فرقة كبيرة لازم تستغل الفرص احنا بنقول انصاف الفرص يا جماعة دي فرص محققة دي فرص مية في المية انك تسجل منها هداف مية في المية انك تسجل منها واخد بالك الاخطاء دي ما بتتكررش كتير يعني الفرص اللي اتيحت للاهل النهاردة عبارة عبارة عن اخطاء من فرقة سانداونز تمام انما انا بتكلم بقى في الجانب الشق اللي جوم يا كابتن ايمن معلش يعني خليني اسبوت على الحتة دي لاني ده امر مهم جدا انت عندك سلاح مهم جدا اسمه علي معلول وعندك النهاردة كان محمد داني ماشي بشكل جيد كرة تعرضية كتير جدا طب انت هتستغل السلاح دي امتى النهاردة فيه فرق كتيرة كتيرة جدا او تسعين في المية من فرق العالم بيبنوا الهجمات بتاعتهم او بيبنوا الشغل بتاعهم انهم يسجلوا هدافة عن طريق العرضيات تمام انت النهاردة اتناشر تلاتاشر عرضية النهاردة مفيش واحدة راحت للعابة النادي الان مفيش واحدة قدر يخطفها لعابة النادي الان نتيجة التحرك نتيجة التحرك نتيجة انه مفيش حد في التمنتاشر التحركات الغير جيدة نتيجة انه مفيش كسفة عادية جوة التمنتاشر نتيجة أنت لتنين الوينجة بسيطاعة لتردد ما فيش فولو للتاني تايم شاطت واحدة برضو عدت من قدام محمد شريف تاني اللي صدها برضو الجون عملها كده يعني كل الكور دي يعني حسن لما نزل ابتدنا برضو نشوف نوعا ما نوعا ما بالضبط شراسة شوية في الارتقاء شراسة شوية في التدخلات تمام اخد فول من عال 18 لعب كورا بدماغه يعني مش انا مش بتجنة على محمد شريف ولكن انا بقول ان انت النادي الاهلي لازم عندك رأس حربة رأس حربة بالستايل بتاع رأس الحرب لازم بقفاية يعني احنا الكلمة على الشريف كتير لازم يفوق لازم يخرج نفسه من الحتة بتاعت انه هتفضل عايش لحد كده لحد فين في الحتة دي يعني اوه ماشي معزور نفسيا والمنتخب واللي حصل بس الكلام ده لو هيقود دقا تطويل مش هينفع تكمل في الملعب بالشكل ده يعني الاهلي ماتشاته كلها صعبة ماتشاته كلها على ابطلات ماتشاته كلها مطالب فيها ان يكسب كل المباراة فمش هتستحمل انك ماتش في الثاني في الثالث تبقى يعني برا الفورما بتاعتك برا تركيزك يعني انا يعني نصيحة بوجهة لمحمد شريف لازم ترجع يعني وتركز بشكل كبير جدا 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 لموسم الماضي عمل موسم اكثر من رائع الموسم ده انت بعيد تماما عن الحسابات حسام حسن لازم يشد حيله شوية ممكن يبقى له دور مع محمد شريف الفترة اللي جاية ده وضع طبيعي انت بتتكلم على يعني هجوم النادي الاهل يا كابتن ايمن يعني احنا يعني انا متأثر شوية معلش لين النهاردة يعني الحاجات اللي زي دي كان ممكن تساجل فيها ادف كتير انت بتتكلم على دفاعات الدفاعات سانداونز يعني الكرة بتتلعب العرض بتجيله واي في مكاني بس ما فيش حد بيشاركوا ما فيش حد بيدخل معايا فيش حد بيقاط على القريبة فيش حد يبروها على البعيدة يعني بتتكلم ان انت عملت النهاردة كم هجوم غير طبيعي مكسف ولكن المحصلة انك مقدرتش تستغل ولا كرة عرضية من الحاجات اللي باكتين مش تسعين في المية في المية ممكن اكتر كمان اكتر عبدالقادر الجول فاضي مجدي افشا الجول فاضي فرستاو انت والجول مواجه يعني ما فيش فرص عالي معلول عالي معلول واحدة برضو اخدت بالك من ضربة السابت اللي لعبها معلول لبيرت ساو مسير كان زي ما يكون حسن وكان قفصيت ولا ايه وراح تغضب يعني فرص كتيرة يا كابتن ايمن يعني الحقيقة يعني الحقيقة يعني ماشي وارد في كرة القادم انك تخسر وارد على فكرة يعني طبع وارد انك تخسر في كرة القادم لكن برضو لازم احنا عارفين احنا خسرنا لي لازم نعرف خسارة بقول اه طبعا خسارة بس لازم خسرت ماتش انت كنت لك تواجد خاصة في الشوت التاني يعني احنا في الوقت انت بعد التلت ساعة الاولى من الشوت التاني انت مسيطر سيطرة تامة على الماش لانا قلت لك ايه ايه تلك ده سانداونز الوقت يمكن تقريبا بيلعبوا على التعالي يعني مستنين بس يختفوا هجمة او الماتش يطلع كده مديه 65 هو بيلعب يلعب خلاص في نص ملعب يقفل كويس وعايز يبني هجمة يلعب على هجمة مرتدة سريع ويادر ان هو نجح في الحقيقة في ان هو يروح مرتين تلاتة على الجول على فكرة نجح ان يروح مرتين تلاتة على الجول في الشوت التاني بالهجمات المرتدة سريع وغير استقال لعب الشوت التاني انت كمان غير تستقال لعبك شوت تاني بتاديد تهاجم لكن برضو ينقصنا حتة الهدوء والتركيز محتاجتوا بحية اهدى شوية من كده محتاجتوا بمركز اكتر من كده شوية عشان تشوف الملعب بشكل كويس عشان تعرف كويس الجيم انت كالعيد مش بتكلم عن مدير الفاني بس يا اوه مستر موسماني تغييرات النهاردة غير موفقة من وجهة ناظر نيات تغييرات غير موفقة وحتى التوقيتات كمان غير موفقة لما كون انا النهاردة شايف ان انا عندي راس حربة برا يعرف اللعب الدماغ ولازم استغلوا من بداية حتى لو سيب شريف الملعب على فكرة يعني ممكن سيب شريف الملعب برضو ولعب اثنين راسين حربة يبقى عندي كسافة عددية في الثمانتاشر لان الحلول اللي من نص ملعب مش موجودة فبالتالي يبقى عندي حل ممكن غير طريقة اللعب على فكرة ولعب اربعة اربعة اثنين على فكرة يعني وارد في كرة القدم وارد انك تلعب بتلاتة سترايكرز يعني عادي جدا في كرة القدم وعندك الادوات اللي موجودة وتساعدك على كده يعني خسارة يعني نتمنى الخسارة الاخيرة ان شاء الله في دول الابطال بإذن الله وان شاء الله اللي جاي الاهلي يبقى افضل من كده بإذن الله